ضمن الخطة الحكومية لتطوير مساجد آل البيت بمصر اقتسى مسجد السيدة زينب في قلب القاهرة بحلة جديدة بعد انتهاء أعمال ترميمه وتطويره وتشهد مصر نهضة غير مسبوقة في عمارة بيوت الله إنشاء وتطويرها المزيد في سياق التقرير التالي مسجد السيدة زينب رضي الله عنها هو أحد أشهر مساجد القاهرة يقع المسجد في الميدان المسمى باسم الجامع ميدان السيدة زينب وشهد منذ إنشائه عمليات توسعة وتطوير عديدة تم إنشاء هذا المسجد في عهد الخديو توفيق سنة 1302 هجرية ومر المسجد بعدة توسعات كان في توسعة أولى في عهد الملك فاروق والتوسعة الثانية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد النصر رحمه الله ثم توسعة أخيرة في عهد الرئيس الراحل محمد حسن مبارك وتم عمل مدخل جديد للمسجد وتم إنشاء قبة أعلى المدخل الجديد في أثناء عملية التطوير الحالية التي تتم أو التي تمت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تم عمل تطوير شامل للمسجد ومتكامل لجميع أرجاءه لكل التوسعات للمسجد الأصلي والتوسعات الأخرى المحيطة بالمسجد نتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي مساجد مصر عامة اهتماماً ومساجد آل البيت بصفة خاصة اهتمام أكبر أعمال التطوير الحالية شاملت جميع العناصر الأثرية وتجديد الواجهات والزخارف والشرائط الكتابية والزجاج المعشق والقبة والمأذنة والشبابيك الغاصية والأبواب الخشبية والزخارف الفضية والنحاسية لمسجد السيدة زينب رضي الله عنها سيدتنا السيدة زينب هي حفيدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي التي جاءت إلى مصر شرفت أرضها ونورت أهلها في عام واحد وستين هجرية استقبلها أهل مصر واستقبلها والي مصر مسلمة ابن مخلت وكانوا في استقبالها استقبالاً حافلاً فشرفت أرضها ونورت أهلها ودعت لأهل مصر جميعاً بالخير والبركة والنصر والفرج فقالت يا أهل مصر نصرتمون نصركم الله وآويتمون آواكم الله وجعل الله لكم من كل ضق فرج ومن كل هم مخرج المسجد يتكون من سبعة أروقة موازية للقبلة يتوسطها صحن مربع مغطى بقبة ويقابل القبة قبة ضريح السيدة زينب وفي الواجهة الشمالية مدخلان رئيسيان وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم توسعة مساحة المسجد توسعة كبيرة وتطويره على هذه الصورة التي طليق ببيوت الله عز وجل وبالجمهورية الجديدة يعد مسجد السيدة زينب من أهم الآثار الإسلامية في قلب العاصمة القاهرة وعلى مار التاريخ اهتم الحكام بتطوير المسجد وضريح السيدة زينب وعدوه من الأماكن الرئيسية لآل بيت النبوة صلى الله عليه وسلم أحمد الحسيني التلفزيون المصري